أحمد عبيد بن دغر صوت قوي يودد صمت الشرعية في وجه العبث الذي يديره التحالف في هذه المساحة المتعبة من جنوب الشبه الجزيرة العربية والتي تعصف بها الحرب منذ خمسة أعوام كتب رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد عبيد بن دغر مقاله الأكثر أهمية في هذه المرحلة والذي تزامن مع تطورات خطيرة للغاية شهدتها محافظة أرخبيل سقطرة وشبوة وكشفت عن الجانب الأكثر وضوحا في سياسة أبوظبي الشريك الثاني فيما يسمى تحالف دعم الشرعية والهادفة إلى تفكيك اليمن الاستحواذ على جزره وموانئه الاستراتيجية فقد حذر بن دغر من مخطط تقسيم ومؤامرة يستهدفان اليمن وموجات عنف قد تمتد إلى محافظة أخرى وحذر كذلك من استغلال قضية الجنوب التي قال إنها استخدمت كحصان طروادة ووصف ما يحدث في البلاد بالخطئة الكبرى بن دغر أكد أنه لم يبقى أمام الشرعية سوى انتظار شعور وطني ثائر ومتمرد على ما يحدث ورفض الهزيمة أمام الحوثي وكذا مخطط التقسيم والتقزيم خصوصا أن أهداف التحالف في اليمن تغيرت وتبدلت ولم يعد الحوثيون في هذه المواجهة سوى تكتيكا لخلط الأوراق وتمرير مشروع التقسيم عبر سياسات يمارسها البعض مصحوبة بعنف الأتباع ويشعر اليمنيون إزاءها بغضب أصوات عديدة بارزة من داخل الشرعية عالت على وقع التهديدات الخطيرة لكيان الدولة اليمنية في سقطرة وشبوة وغيرها من محافظة الجنوب كتلك التي صدرت عن الوزير السابق وسفير اليمن الحالي لدى اليمن علي العمراني الذي حذر بدوره من اقتتال كبير أو حرب أهلية مع استمرار دعم أطراف في التحالف للمجلس الانتقالي وإعطائه الضوى الأخضر وطالب بموقف يمني رسميا وشعبي أكثر قوة ووضوحا إزاء ما يجري من اختلالات وخروج على الأساس والأصل والمبرر الذي جاء من أجله التحالف خصوصا الدور الإماراتي ومثله دع النائب عن محافظة أبيان وعضو الوفد الحكومي في مشاورة السلام مع علي عشال قادة الشرعية والأحزاب إلى مغادرة مربع الصمت واتخاذ موقف حيال الأحداث الأخيرة ودعا إلى موقف رادع ضد أي عابث بأمن واستقرار اليمن ولفت إلى أن حالة الصمت إزاء الأحداث الأخيرة في المحافظات الجنوبية تشبه تلك التي سادت في مرحلة ما قبل سقوط صنعاء وميدانيا يسود الهدوء أرخبيل سقطرة فيما أفلح اجتماع موسع للقيادات القبلية بشبوى في وقف المواجهة المسلحة التي شهدتها عتق منذ الاثنين واحتواء تداعياتها والاتفاق على عودة الوضع في المدينة إلى ما كان عليه قبل اندلاع الاشتباكات ترجمة نانسي قنقر